نشفة الأخبار السورية من القناة الأعلامية الثانية لبنت سوريا التقت قوات الجيش السورية المنطلقة من محور عياش والبغيلية في ريف دير الزور الغربي بالقوات الموجودة في ريف بلدة معدان القرب من تلة معدان في ريف الرقة الشرقي الالتقاء جاء بعد تقدم الجيش مسافة 70 كم على الضفاف الغربية للفرات واستعاد خلالها عدد من القرى والبلدات والمزارع ويربط الجيش بذلك مناطق سيطرته في ريف دير الزور الغربي بريف الرقة الشرقي وغسى سيطرة على شريط نهر الفرات بامتداد يزيد على 100 كم الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة كانوا قد حرروا بلدة خشام جنوب شرقي قرية مظلوم في ريف دير الزور الشرقي وقرى حلبية وزلبية والقصب ويتابعون التقدم باتجاه معدان في ريف دير الزور الغربي وقد نشر الاعلام الحربي مشاهد جديدة للمعارض تأمس في ريف محافظة دير الزور موسيقى الموسيقى رائع بقلبان خذ على اليمين نار نار يلا نار والله فيهم بقلبان فيهم فيهم وفي دمشق أعلن المجلس المحلي في حي القدم جنوبية العاصمة عن توصل الفصائل المسلحة إلى اتفاق مع الجيش السوري وفي بيان قال المجلس أن الاتفاق في مناطق المادنية وبرسعيد والمجمع الصناعي يقضي بخروج من يرغب من مسلحي الفصائل والأهالي إلى أدلب أو جرابلس شمال سوريا يومي ثلاثة والأربعة من السبوع المقبل وأشار البيان إلى أن الاتفاق مبدئي إلى حين التنفيذ أظهر التقارير الإسرائيلية اختراق جيش الاحتلال على راضي سوريا في منطقة سيطرة المجموعات المسلحة واستمرار القلق الإسرائيلي على الجبهة الداخلية من صواريخ حزب الله الدقيقة هاني فحص بهذا الوضوح وهذه الصراحة بات الاحتلال الإسرائيلي يجاهر بخرقه للحدود السورية في الجولان في منطقة سيطرة المجموعات المسلحة المعارضة للنظام في سوريا مراسلنا في الشمال أليليفي توجه إلى موراء الحدود الإسرائيلية السورية مع قوات الجيش للإطلاع عن قرب على تعقيدات القصة الإسرائيلية السورية الروسية الإيرانية وراء الحدود هذه المشاهد هي نظرة غير عادية للنشاطات الروتينية التي تجري هذه الأيام وراء الحدود مع سوريا في الجولان على أن الهدوء السائد في منطقة الحدود لا يغري كثيراً الجيش الإسرائيلي الذي يستعد لليوم الذي ستهب فيه العاصفة نحن نبني هنا عائقاً ينقل مساحة الدفاع أكثر نحو الشرق لمنع تنفيذ هجوم في هذه المنطقة سواء بالتسلل أو اطلاق النار أو أي سيناريو آخر يجري من حدود السياج وباتجاه الشرق وفي موازات القلق الإسرائيلي من خطر اختراق الحدود تتزايد الهواجس الإسرائيلية مما يسمونه حرب لبنان الثالثة التي لن تكون بمنأة عن جبهتها الداخلية في الواقع في حرب لبنان الثالثة ومن يومها الأول سيكون لدى حزب الله ما بين 130 ألفاً إلى 150 ألف صاروخ ومنها صواريخ دقيقة المهم لإسرائيل والجيش هو الصواريخ الدقيقة التي يمكن أن تصيب قواعد سلاح الجو أو مبنى وزارة الأمن والمنشآت الاستراتيجية وعلى ضوء الكشف عن مساهمات إسرائيل في دعم المسلحين تارة تحت غطاء المساعدات الإنسانية وطوراً بذريعة معالجة جرح الحرب في المستشفيات الإسرائيلية يتردد السؤال في إسرائيل عن حقيقة المصلحة الإسرائيلية في إيجاد موطئ قدم لها في الجنوب السوري بعد انتهاء الحرب وعن فرص وواقعية تحقيق هذه المصلحة أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم من نيويورك أن الشعب السوري يشهد الفصل الأخير من الأزمة التي عصفت ببلاده وخلال لقائه وزير الخارجية الروسي سرغيل أفراوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لفتا إلى أن التعاون السوري الروسي بدأ يؤتي ثماره وأكداً أن الشعب السوري يشهد الفصل الأخير للأزمة واتهم واشنطن بالسعي لعرقلة محادثات أستانا واستخف بالتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم غيروا سعداء بنجاح أستانا ستة ويسعون لعرقلتها لذا بدأوا يوجهون التعليمات إلى بعض أدواتهم مثل تنظيم المصر الإرهابي لتعطيل هذه التسوية ما رأيكم باتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية؟ أعتقد أني يجب أن أتعطي على ترامب؟ أتواصلي وزير الخارجي الروسي سرغيل أفراف قال أن بلاده أبلغت واشنطن أن محاولات عرقلة محاربة الإرهاب في سوريا لن تبقى من دون رد في مدمر صحفي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أكد أن بلاده لن تسمح بتقسيم سوريا وشيرا إلى أن الأولوية حاليا هي للقضاء على الإرهاب يجب أن نقضي على الإرهاب أولا وعندما يتعلق الأمر بوحدة الأراضي السورية علينا أن نقول ما يلي لا يسعنا السماح بتقسيم سوريا لأنه سيفضي إلى ردة فعل إنشطارية تشمل مختلف الأرجاء الشرق الأوسط وهو هدف يرغب البعض في تحقيقه أقصد الذين يريدون نشر الفوضى التي تخرج عن السيطرة الفوضى سادت طويلا حتى الآن لافراف أكد ضرورة انسحاب جميع القوات الموجودة في سوريا بشكل غير شرعي أي من دون إذن من دمشق فور القضاء على الإرهاب وشدد على أن بقاء الجهات الموجودة في سوريا بدعوة من حكومة البلاد تقريره القيادة السورية نتيجة العملية السياسية بالنسبة إلى المقاتلين الأجانب هناك وجود شرعي بناء على دعوة رسمية من حكومة رسمية عضو لدى الأمم المتحدة وهناك حضور غير شرعي للتحالف الأمريكي وهناك قوات خاصة من عدة دول لم تدعوها الجمهورية العربية السورية تعمل على توجيه أفعال المعارضة وبعد إزالة الإرهاب وإنني جدي في ذلك سوف نتخلص من كل من ليس له صفة شرعية هناك أما الذين لهم وجود شرعي فمصيرهم تحدده الحكومة الشرعية السورية في إطار عملية سياسية وفي نيويورك أيضا بحث وزير الخارجية السوري جهود مكافحة الإرهاب مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وعقب الاجتماع عشاد ظريف بانتصارات الجيش السوري متهما واشنطن بالسعي إلى عرقلتها بحثنا الإنجازات التي تحققت ضد داعش والحاجة إلى مواصلة محاربة الإرهابيين والمتطرفين فضلا عن السماح بإيصال المعونات الإنسانية بكميات أكبر إلى سوريا إننا سعداء بأن الحكومة تمارس سلطتها في مناطق خفض التصعيد وبأن الكثير من النزحين يعودون إلى ديارهم ونأمل أن يهب المجتمع الدولي لتقديم المساعدة للشعب السوري من أجل عودته إلى الحياة الطبعية وهو الشعب الذي عان الكثير على أيدي المتطرفين داعش والنصر مصنفان دوليا كمنظمتين إرهابيتين وينبغي تصدي لهما بشكل مشترك من جانب المجتمع الدولي واعتقد أن ما يجري من نصر على داعش في دير الزور مهم وأننا قلقون حيال أسلوب تعامل الولايات المتحدة مع هذه القضية لأنها تعرقل الجهود في التصدي لداعش ومن المهم التعامل مع النصر حيث هي فاعلة اقترع كرد سوريا في المرحلة الأولى من انتخابات تنظمها لدارة ذاتية الكردية للمرة الأولى منذ أعلان النظام الفدرالي في مناطق سيطرتها بشمال سوريا ووسط إجراءات أمنية مشددة توجه ألاف الكرد في مدن ومناطق شمال سوريا إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ممثليهم إلى الرئاسة المشتركة للجان المحلية للأحياء ويتنافس أكثر من 12 ألف مرشح على مالي أكثر من 3700 مقعد في أولى انتخابات تجريها الفدرالية الديمقراطية لشمال سوريا وسط مقاطعة المجلس الوطني الكردي وتنديده وطلبه من السكان عدم المشاركة أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن الحوار الفكري وخصوصا بين البرلمانات والأحزاب على امتداد الساحة العربية أساسي ومهم جدا من أجل تكوين رؤية موحدة للقضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية وأشار رئيس الأسد خلال لقائه وفدا برلمانيا موريتانيا يضم عددا من أعضاء الأحزاب برئاسة محمد ويلدفال رئيس حزب الرفاه شدد أن زيارة الوفود الشعبية العربية إلى سوريا لها معنى خاص وكبير بالنسبة للشعب السوري لأنها تبين أن الأغلبية الساحقة من الشعوب العربية تقف مع السوريين في وجه ما يتعرضون له من إرهاب وسفك للدماء وتدمير للمرافق العامة والخاصة بينما العربان الذين دعموا ومولوا الإرهاب الذي يضرب سوريا لا يشكلون شيئا يذكر أمام هذه الأغلبية وشدد رئيس الأسد على أن العروبة انتماء وليست أفكارا في الكتب والمؤلفات وأن التنوع في المنطقة العربية هو تنوع طبيعي لذلك يجب أن تكون هناك رؤية شاملة لفكرة الانتماء حتى نستطيع الخروج من صراع الهوية الذي نعيشه حاليا بدورهم أكد أعضاء الوفد أن سوريا هي في قلب كل موريتاني وأنه رغم البعد الجغرافي فأن شعب الموريتاني يعيش الأحداث في سوريا بتفاصيلها لحظة بلحظة مشيرين إلى أن الموقف الموريتاني الرسمي والشعبي هو مع سوريا شعبا وجيشا وقيادة التي تتعرض لهجمة إرهابية لم يسبق لها مثيل بسبب تمسكها بسيادتها واستقلالية قرارها ومواقفها المشرفة من القضايا العربية واعتبروا أن الانتصارات التي تتحقق في سوريا على الإرهاب هي ليست فقط للسوريين وأنما انتصار لجميع أحرار العالم وأن المعركة الأساسية والأهم هي في إعادة أعمار ما خربه هذا الإرهاب معتبرين ومعبرين عن ثقتهم بأن الشعب الذي استطاع الصمود والتحدي طوال السنوات الماضية قادر على النهوض من جديد وإعادة أعمار بلده أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في كلمة سوريا أمام الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد الوزير المعلم أن سوريا مصممة أكثر من أي وقت مضى بتضحيات جيشها وصمود شعبها على اجتثاث الإرهاب من كل وقعة على الأرض السورية مشيرا إلى أن سياسة الدولة السورية قامت منذ بداية الحرب على ركيزتين أساسيتين هما محاربة الإرهاب والعمل الجادي والمتواصل بهدف إنجاز حل سياسي يوقف النزيف ويعيد الاستقرار وأضاف المعلم أنه على جميع أن يدرك أن الإرهاب والفكر المتطرف التكفيري الذي بني عليه سيبقى داءا سرطانيا ينخر في جسد العالم وكابوسا جاثما على صدور جميع الشعوب طالما لم تتوفر الإرهادة الحقيقية والرغبة الصادقة لدى الجميع لمحاربته من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك القائم أساسا على احترام سيادة الدول ومصالح الشعوب والتخلي عن وهم تحقيق المكاسب السياسية والمصالح الضيقة عبر توظيف الإرهاب أداة لذلك منوها بأن الحكومة السورية تعاطت منذ البداية بفتاح وإيجابية مع كل مبادرة طرحت بهدف إنهاء الحرب حيث أبدى جدية والتزاما فيما يتعلق بمساري أستنى وجينيف وقابت بكل ما يلزم من أجل تهيئة الظروف المناسبة لإنجاحهما والوصول إلى الغاية المنشودة إلى أن أسرار بعض الدول التي دعمت وغزت الإرهاب على الاستمرار في سياستها العدائية تجاه سوريا وشعبها أفشل تلك المبادرات وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن سوريا استؤكدوا التزامها بما جاء في مذكرة مناطق تخفيف التوتر فأنها في الوقت ذاته تحتفظ بنفسها بحق الرد على أي خرق من جانب الطرف الآخر وتشدد على أن أنشاء هذه المناطق هو إجراء مؤقت ولا يمكن القبول بأن يشكل مساسا بمبدأ وحدة التراب السوري من أقصى إلى أقصى وأن أي حل في سوريا يجب أن يراعي الثوابط الوطنية التي تشكل خطا أحمر لجميع السوريين وتقوم أساسا على أن لا مكان للإرهاب على أي جزء من الأرض السورية والحفاظ على وحدتها ورفض أي تدخل خارجي في القرارات السياسية المتعلقة بمستقبل سوريا ميدانيا فرضت وحدات من الجيش العربي السوري سيطرتها الكامل على قريتين معدان عتيق ومظلوم في ريف دير الزور وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة نفذت عمليات نوية في الريف الغربي أحكمت خلالها السيطرة على قرية معدان عتيق وتتابع تقدمها باتجاه مدينة معدان التي تعد أحد أكبر تجمعات الإرهابيين في ريف الرقة الشرقي وعلى ضفة الشرقية من نهر الفرات فرضت وحدات من الجيش بالتعاون مع الحلفاء سيطرتها بالكامل على قرية مظلوم وعلى بعض النقاط في بلدة خشام بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابي داعش سقط خلالها العديد منهم قتلى ومصابين في حين دمر سلاح الجو مواقع محصنة وخطوط إمداد لإرهابي داعش في قريتي خشام وحطلة ومنطقة حوجة صجر وأحياء الحويقة والجبيلة والعرضي وكنمات مصادر أهلية من دير الزور قالت أن مجموعات من إرهابي داعش فرت من مناطق انتشاره من بين أفرادها متزعمون عرف منهم ما يسمى مسؤول العلاقات العامة لدى التنظيم عمر الحجي وأميرة مشفى الخير زياد عيدان الصالح وأحد أمراء التنظيم في قطاع حوجة صجر عبد الحميد توفيق قيوة الأمن الداخلي التي كان لها شرف المشاركة في الدفاع عن دير الزور وفك الحصار عنها تعمل هذه الأيام على مواكبة عودة الحياة إلى هذه المدينة وفي التقرير التالي بعضا من نبض الحياة الذي لم يتوقف الحمد لله رجع الأمن والأمان على دير الزور ورجعنا على مهامنا وعلى نقاطنا بدأنا عادة العمل بمركز طرقه يهرب شيء من أجل تسهيل أمور المواطنين حل المشاكل مدير شوية مدنية مثل ما عودت أهالي دير الزور ما قصلنا مع حدا إن شاء الله وإن شاء الله بالمرحلة القادمة رح هيكون سرعة تقديم الطلبات أو تقديم الخدمات للأخوة المواطنين بشكل أسرع وأسلس مقابل بعد ما يتم إصلاح الكابل الضوئي وتتوفر الكهرباء رح يتم إنجاز معاملات الجوازات هون بفرع الهجرة والجوازات وبيفتتاح مكتب الإصدار وتتم المعاملة كاملة هون بدير الزور المواطن بيبصن خلال فترة أسبوع بياخد جواز سفر إذا كان في حال جواز سفر عادي بالرسم العادي وفي حال جواز سفر بالرسم المستعجل ممكن خلال يوم أو يومين بيستلم جوازه مثل أو مثل أي محافظة تانية نحن هون دوري جوالي بمنطقة الضاحي والجورة لقمع المظاهر الإجرامية وإذا صارت أي حادثة أو كذا منكون موجودين بشكل مباشر الحالة الأمنية المستقرة عكست إيجابا على أسواق مدينة دير الزور التي انتلأت بالسلع والمواد الغذائية ما أدى إلى زيادة نسبة الشراء وكسر حالة الاحتكار نتيجة ضخ السلع عاد نبض الحياة إلى مدينة دير الزور بعد فك الحصار عنها أسواق المدينة تغير مضمونها عن السابق بامتلائها بالمواد الغذائية والمستلزمات والله كل شيء متوفر الحمد لله وإن شاء الله دوم يظل الخير موجود هبوط الأسعار نتيجة ضخ السلع في شارع الوادي أدى لزيادة نسبة الشراء وكسر حالة الاحتكار التي كانت سائدة خلال فترة الحصار تغيير جذري صار شايف أخوي الأسعار فرقت شثير كان نزل بعشر تالاف فرقة ما تكفي الساعتين الألف وألف وخمسمية تكفي التفاح قبل ما ينفتح الطريق كان عندنا الكيلو التفاح بربعة تالاف الساعة اليوم عندنا كيلو التفاح بربعة مية نحن الأسعار رخيصة ومناسبة يعني الإنسان الدرويخ مناسبة له يعني نزلت لأسعار يعني عشرة ضعاف نزلت عنه ولي وخمسطعش ضعيف زيجيني الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل الأسعار الجيش العربي السوري اللي حررنا البلد فتحنا الطريق الحمد لله رب العالمين كثر الله ألف خيرهم اللي خطها الخطوة وبذلها بالأسواق الساعة ما شاء الله شوبت عينك على البسطات البصل بميتين الرقابة التموينية على الأسعار كان لها دورا في تقييد وتوحيد أسعار المواد والخضروات والفواكه هناك كما قلنا توجيه من الحكومة أولا بإغراق الأسواق بكافة المواد مراقبة الأسعار عندما يكون هناك مواد كثيرة حسب العرض والطلب فأكيد تكون الأسعار بالنسبة لحد لدنا مراقبة الأسعار ومدى ملآمتها للمواطن من ناحية دخله وأيضا لمدى توفرها والحمد لله المواد متوفرة جدا وبأسعار مناسبة والتوجيهة هي بمتابعة الرقابة عليها عن طريق الجهات المختصة وإن شاء الله سوف نبقى متابعين ونتابع إذا ظهرت أي حالة خلل سوف يتم متابعتها لم تعود مؤسسات السورية للتجارة تشهد ازدحاما على نقاط البيع كسابق عهدها نظرا لتوفر السلع في الأسواق وتدخل الإيجابي للحكومة لإعادة الحياة إلى المدينة يعني أفضل من أولي بشتير يعني في مدينة السور والحمد لله مؤسسة أرخص شوية أرخص شوية تعرف الدولة أشوي شوية والحمد لله الألوان المختلفة الموضوعة في أسواق دير الزور لونت الحياة فيها وأعادت إلى أهلها الفرحة وأنهت فترة زمنية طويلة من الحرمان مصعب أبو العيش التلفزيون العربي السورية دير الزور متابعة للوضع الخدمي مشاهدين الكراب معنا من دير الزور مراسلنا مصعب أبو العيش مساء الخير مصعب مساء النور وائل تحية لك لاحظنا من خلال التقرير قبل قليل أن هناك حالة من الارتياح لدى المواطنين في دير الزور تحديدا في الأسواق في الحركة في الأسعار السؤال هل سجلت الجولات الميدانية للأسواق أي خروقات من قبل التجار شكل أساسي نعم وائل يعني من الملاحظة عودة الحياة إلى أسواق دير الزور إلى مدينة دير الزور بعد فك الحصار عنها يعني إن تحدثنا عن الخروقات لا يوجد أي خروقات كون يعني هناك رقابة تموينية من قبل المعنيين من قبل مؤسسة التجارة من قبل مديرية التموين في دير الزور بالتالي على الأسعار وتحديد هذه الأسعار في أسواق المدينة وطبعا يعني دير الزور لا يوجد بها سوى سوق واحد هو سوق الوادي معروف في مدينة دير الزور في المناطق التي يسيطر عليها الجيش العربي السوري طبعا يعني لاحظنا من خلال تقرير الذي قدمناه اليوم يعني أسواق مدينة دير الزور مكتظة بالمواد الغذائية بالسلع الغذائية بالخضروات بالفواكه باللحوم يعني نتحدث عن رخص كبير في الأسعار عودة الحياة إلى سابق عهدية لما يكون أرخص من ذلك يعني نتحدث عن كيلو اللحم أضاء بثلاثة آلاف ليرة سورية بالتالي أقل من سعر العاصمة يعني هناك رخص كبير في مدينة دير الزور وارتياح من قبل المواطن بهذه الأسعار أيضا يعني هناك تدخل إيجابي من قبل الحكومة من قبل مؤسسة السورية للتجارة عبر ضخ المواد الغذائية في منافذ التوزيع يعني كانت مع بداية الحصار كان هناك قافلات حكومية حتى هذه اللحظة طبعا بشكل يوم هناك قافلات حكومية تمضخ هذه المواد في مؤسسات الخزن والتسويق في مؤسسات السورية للتجارة بالتالي يعني كان هناك كسر لحالة الاحتكار التي كانت سائدة خلال فترة الحصار وبالتالي يعني تشهد مدينة دير الزور ارتياح كبير من قبل توفر المواد الغذائية وأنهاء حالة الاحتكار يعني أيضا أتحدث اليوم عن جهود حكومية لوصول القافلات لتوزيع المواد الغذائية أيضا هناك توزيع مجاني للمواد الغذائية لأبناء دير الزور كان من مادة البيض من الخضروات من الفواكه بشكل مجاني توزع للأهالي عن طريق البطاقات العائلية وطبعا كل هذه المواد المجانية يعني طبعا بعد تشكيل لجنة إغاثة فرعية بدأت عملها بتوزيع هذه المواد لجميع الأسر في مدينة دير الزور عبر دفاتر العائلة والبطاقات المخصصة أيضا هناك توزيع للمواد المقدمة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري لأهالي دير الزور وأيضا يتم توزيعها مجانا وبشكل يومي بعد تقسيم الأحياء وعن طريق البطاقات التي يقدمها فرع الهلال الأحمر بدير الزور وهي عبارة عن سلة الغذائية ومواد صحية وعبارة أيضا عن أكياس من الطحين تقدم لأهالي مدينة دير الزور تباعا وبشكل دوري للأهالي أيضا هناك اليوم تم توزيع مواد غذائية وسيلة الغذائية وخضروات لأهالي دير الزور مقدمة من الشعب الإيراني بعد وصول قافلة تحمل عشرة آلاف طن من المواد الغذائية يعني تم توزيعها الآن يعني بداية تم توزيعها للدوائر الحكومية والمؤسسات واليوم تم توزيعها للأهالي لتصل لكافة الأسر أيضا هناك وصلت قافلة من الأدوية من منظمة الصحة العالمية تم رفض مديرات الصحة بدير الزور بهذه الأدوية أيضا تم إدخال الأدوية إلى المشافي والمراكز الصحية بالتالي لتقديمها بالشكل المجاني للمواطنين في مدينة دير الزور أيضا لا بد أن أتحدث عن تغير الملاحظ بأسواق مدينة دير الزور بالحياة في مدينة دير الزور يعني أيضا هناك العمليات العسكرية التي يخوضها جيش العربي السوري في محيط مدينة دير الزور يعني لا بد أن نشر أنه ليس فقط انعكست على واقع الحياة والحالة المعيشية في مدينة دير الزور إنما أيضا انعكست على الحالة النفسية على الحالة النفسية لأبناء دير الزور يعني مع كل خطوة يتقدم من خلالها الجيش العربي السوري هناك حالة نفسية مرتفعة لأهالي دير الزور يعني بغية العودة والأمل الذي في نفوسهم للعودة إلى منازلهم إلى الأحياء التي كانوا يقتنون بها إلى القرى التي كانوا يقتنون بها أيضا هناك يعني ممرات آمنة يعني يحدثها الجيش العربي السوري لإعادة المواطنين الذين كانوا تعرضوا لأساليب من التعذيب وتنكير من قبل تنظيم داعش الإرهابي خلال الفترة الماضية هناك ممرات آمنة هناك عودة لأهالي الريف إلى مدينة دير الزور أيضا يعني بالحديث أيضا عن عودة الحياة إلى مدينة دير الزور يعني هناك مساعي حكومية لعودة الموظفين الذين وضعوا أنفسهم تحت التصرف في بقية المحافظات هناك مساعي حكومية ومطالب من مدراء الدوائر ومن محافظة دير الزور لعودة الموظفين خلال زيارة وزير الإدارة المحلية في الفترة الماضية وطالبوا بعودة الموظفين يعني الهدف هو إعادة الحياة وإعادة تأهيل المؤسسات والدوائر الحكومية في دير الزور من خلال عودة الموظفين ورفض هذه الدوائر بالكوادر الإدارية والفنية بالتالي تم تشكيل لجنة لعودة الأهالي عودة الموظفين يعني طبعا بشكل إسعافي اليوم تحتاج كل دائرة لـ 25% من عامليها من من لديهم سكن داخل مدينة دير الزور حاليا بالتالي العودة يعني تعني عودة الحياة إلى مدينة دير الزور وتأهيل البناء التحتية أيضا كان هناك زيارة لمدير عام مؤسسة التوزيع في التهرباء نعم نعم كل شكر لك مراسل التهرباء مصعب أبو العيش كنت معنا مباشرة من دير الزور والحالة النفسية المريحة التي يعيشها أهل دير الزور حقيقة يعيشها كل المواطنين السوريين على امتداد الجغرافية السورية ومع تحقيق مزيد من انتصارات الجيش العربي السوري هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر